قراءة القرآن من الأشياء التي تقولون إلى ذكر الله والذكر هو المقصود أن تكثر من ذكر الله سبحانه لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في آيات متعددة أن هناك تفاوت بين الناس في ذكرهم لله عز وجل فهناك المكثر وهناك المقل والفائز هو الذي يكثر من ذكر الله عود لسانك شيء من الناس ممكن يكلمك يكلمك لكن مباشرة لما تسكت لسانه لا تفتر عن ذكر الله لأن عود لسانه على ذكر الله حتى كان بعض السلف رضوى الله تعالى عليهم لأجل أن لا ينسى كان يشغل نفسه بشيء حد منهم أنا ما توأمر بذلك ولا أقول أن هذا ينبغي لك أقولك وصل بهم الأمر بعض منهم كان حق يخلي إحصاء صغيرة تحت لسانه أنا تقول خلاف جرعها فلان خبرنا في الدرس والمحاضرة أنها سوى إحصاء خلافي بالعوهن قال هذا سوى لهم مشكلة لكن أخبرك أن بعض السلف رضوى الله تعالى عليهم كانوا يحرصون كل الحرص أن لا يغيب ذهنهم عن الله سبحانه وتعالى وأنهم دائما إذا ما كان عندهم عمل شغل بدأ عن جالس كا تقوله ما بين استغفار أو تسبيح أو تحميل أو تهليل أو تكبير لله عز وجل لأنه يرى أن ذكر الله أعظم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعه فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى مهم جدا أن يكون دائما للمسلم لأن الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وذكروا الله كثيرا فإذا لقيتم فيئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ومساجن يذكر فيها اسم الله كثيرا يعني آيات كثيرة يخبروا الله سبحانه وتعالى لقد كان لك في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حد الكثرة أنك تحس أنك لا يوجد وقت إلا وتذكر الله عز وجل وأنه يرطب لسانه بذكر الله جاء أعربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد كثرت علي شرائع الإسلام فدلني على عمل أتشبث به أبا شيء أتمسك وأتقبض به فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رطب لسانك بذكر الله يعني ما يجف اللسان يمكن يتيبس اللسان لكن المقصود ذكر الله عز وجل ما يجف آخر مرة ذكرت ما واحد يجف اللسان عن ذكر الله إذن يتطلب ذلك أن يكون جائما أن لا ترطب أن لا يجف ما يبس ما تتوقف عن ذكر الله عز وجل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل